الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في خدمة دروس في هذا الدرس للصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة موضوع درسنا لهذا اليوم هو الصنف اللغوي بعنوان اسم الآلة مشاهد أهداف درسنا لهذا اليوم أولا التعرف على اسم الآلة وصياغة اسم الآلة من الفعل وأيضا استخدام اسم الآلة حسب الحاجة نشاهد هنا يا أبنائي أقرأ وألاحظ نقرأ هنا اخترع الإنسان عدة آلات تقدم له خدمات متنوعة وسريعة وتوفر له الوقت والجهد منها المصعد والرافعة والمشار الكهرباء والتلفاز والثلاجة والمكنسة والغسالة نشاهد هذه الأسماء يا أبنائي كلمة مصعد ورافعة ومنشار ماذا نسمي هذه الأسماء نعم أحسنتم تسمى اسم الآلة أحسنتم مصعد من صعد الفعل لدينا صعد أخذنا منه اسم الآلة التي تستخدم فقلنا مصعد الآلة تستخدم للصعود مصعد وهنا الرافعة وهنا أيضا المنشار من نشرة نشرة الآلة التي تستخدم في النشر ما هي المنشار إذن هذه تسمى اسم الآلة نشاهد هنا أملأ الفراغ على غرار المثال الأول في كل مجموعة أملأ الفراغ على غرار المثال الأول في كل مجموعة هنا يا ابنائي نتعلم كيف نستخرج اسم الآلة من الفعل نستخرج اسم الآلة من الفعل قلنا حرث محراث حرث محراث فتح ماذا نقول نقول حرث محرث فتح نعم حسنتم مفتاح إذا قلنا حرث محرث نقول هنا فتح مفتاح طيب هنا نفخ ما اسم الآلة منه؟ حرث محرث فتح مفتاح نفخ نعم حسنتم يكون منفخ إذا استخرجنا اسم الآلة من الفعل على هذا الوزن محرث مفتاح منفخ إذا هذه هي أسماء الآلة التي استخرجناها من الفعل في هذه المجموعة مجموعة آلف نشاهد المجموعة با شرط مشرب شرط مشرط ماذا نقول في برد إذا كنا نقول شرط مشرط سنقول في برد نعم حسنتم مبرد حسنتم شرط مشرط نقول في برد مبرد في برد وفي صعدة ماذا نقول نعم أحسنتم كما قلنا هنا شرط مشرط وبرد مبرد نقول هنا صعدة مصعد أحسنتم صعدة مصعد أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد المجموعة الأخرى مجموعة جيم نشاهد الفعل هنا كنسة كنسة في اسم الآلة منه قلنا مكنسة إذن كنسة واسم الآلة مكنسة طيب هنا طحنة ماذا نقول في اسم الآلة على نفس الوزن ماذا نقول طحنة على نفس الوزن قلنا كنسة مكنسة نقول هنا طحنة مطحنة أحسنتم إذن قلنا كنسة مكنسة سنقول في طحنة مطحنة طيب طرقة ماذا سنقول في طرقة نعم أحسنتم طرقة نقول مطرقة أحسنتم كنسة مكنسة وطحنة مطحنة ونقول في طرقة مطرقة نشاهد المجموعة الأخيرة مجموعة دال فرما قلنا فرامة فرما نقول فرامة إذن كسر ماذا نقول فيها إذا قلنا هنا فرما فرامة بالشدة هنا ماذا سنقول في كسر بنفس الوزن نعم أحسنتم كسر كسار إذن فرما فرامة كسر كسار طيب سمع كسر كسار سمع ماذا نعم أحسنتم المعروف سما أحسنتم إذن فرما فرامة وكسر كسار وسمع سما أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا أستنتج اسم الآلة اسم يؤخذ من الفعل للدلالة على الأدات التي يؤدى بها هذا الفعل إذن ماذا we can نستنتج التي يؤدى بها هذا الفعل على الأدات التي يؤدى بها هذا الفعل أحسنتم نشاهد هنا أصوغ اسم الآلة من الأفعال التالية وأضعه في جملة مفيدة أصوغ اسم الآلة من الأفعال التالية وأضعه في جملة مفيدة نشاهد الفعل الفعل الأول نظر الفعل الثاني شرط ثم سار ثم طحن كلمة نظر ما اسم الآلة من نظر اسم الآلة من نظر نعم احسنتم نظر نظار نظر اسم الآلة التي تستخدم في النظر نقول نظارة نضعها في جملة مفيدة ماذا نقول في أي جملة مفيدة نعم احسنتم مثلا نقول اشترى خالد نظارة جديدة اشترى خالد نظارة جديدة احسنتم بارك الله فيكم نشاهد شرط ماذا سنقول في شرط اسم الآلة من شرط نعم احسنتم مشرط من يضع مشرط في جملة مفيدة شرط قلنا اسم الآلة مشرط نريد من يضعها في جملة مفيدة ماذا نقول نعم احسنتم استخدمت المشرط في عملي الفني استخدمت المشرط في عملي الفني طيب سارة سارة نريد اسم الآلة منها ثم نضع اسم الآلة في جملة مفيدة نعم احسنتم سارة سيارة اسم الآلة من سارة سيارة طيب سيارة كيف نضعها في جملة مفيدة نعم نعم احسنتم نقول مثلا سافر والدي لمكة بالسيارة سافر والدي لمكة بالسيارة طيب طحنة اسم الآلة من طحنة نعم مطحنة احسنتم طحنة قلنا اسم الآلة منها مطحنة طيب الجملة المفيدة نعم نعم احسنتم نقول تطحن امي القمح بالمطحنة تطحن امي القمح بالمطحنة احسنتم بارك الله فيكم نشاهد التدريب الختامي هنا التقطوا من العبارات التالية اسماء الآلة واكتبها في المكان المخصص لها اذا التقطوا من العبارات التالية اسماء الآلة واكتبها في المكان المخصص لها نشاهد هنا هذه الجمل نأخذ منها اسم الآلة ونضعه في الفراغ امامها هنا نزعت المسامير اين اسم الآلة هنا في هذه الجملة نزعت المسامير نعم احسنتم كلمات مسامير كلمة مسامير نكتب كلمة مسامير في هذا الفراغ طيب نشاهد الجملة الأخرى قطعت الخضروات بالسكين ها قطعت الخضروات بالسكين أين اسم الآلة نعم احسنتم نعم سكين قطعت الخضروات بالسكين إذن اسم الآلة سكين طيب استمعت إلى النبأ من المذياء استمعت إلى النبأ من المذياء أين اسم الآلة هنا نعم احسنتم المذياء استمعت إلى النبأ من المذياء إذن المذيع هو اسم الآلة طيب شوى الطاهي اللحم بالشواية أين اسم الآلة؟ نعم الشواية أحسنتم إذن نزعت المسامير قلنا مسامير هي اسم الآلة والسكين هنا اسم الآلة واستمعت إلى النبأ من المذيع مذيع اسم آلة وشواء الطاهي اللحمة بالشواية هو اسم الآلة الشواية أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم اسم الآلة هو اسم يأخذ من الفعل للدلالة على الأداة التي يؤدى بها هذا الفعل إذن اسم الآلة هو اسم يأخذ من الفعل للدلالة على الأداة التي يؤدى بها هذا الفعل وإلى هنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة